بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في مجال ذكرنا لهذه الوسيلة وسيلة الأنترنت والتي يجب على المسلمين أن يحسنوا استثمارها كوسيلة للتدافع والمدافعة أن نستعملها في الخير لكن نحن عموما حركة الإسلامية والذين يريدون للخير لهذا المتأخرون في المجال الإعلامي متأخرون تأخرا فضيعا فنحن فقط نستهلك ما فينش لي إجابي يقتحم ما كايش بالزال ولذلك تجد أن شبابنا حينما يستثمر هذه الوسيلة أغلبهم يستثمرها استثمارا منحرفا الشباب أنت عطانجا هاتفوني وقالوا لله يجزيك بالخير كل مرة مرة نحيلك على أمر جديد ينبغي التنبيه إليه فهو جديد فمن الجديد في هذه المواقع التي يفتتحها الكثير من الشباب والمراهقين ياك ياك ركو عرفتوا كينشي مواقع اللي دارت واسموك يسميوها 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 يفضحوا فيها الممارسات انتعب ناز علية القوم هذا معروف وآخر مدينة كانت هي أزفة ياك خليني بهذه آخر حاجة واسموها أن فتيات من مختلف المدن المغربية تفتح مواقع في الفيسبوك وهذه المرة ليس للتعري لا ولكن لتعرض لحمها ليباع في ليلة وتحدد الثمن الله لا إله إلا الله محمد الرسول آخر مكين هو هذا مغربيات شابات ستاشل عام سبعتاشل عام يعني قاصرة ستاشل عام وقدلك المواصفات وتقول كنا من مدينة كذا والمعلومة انتع هي كذا فإذا أردت عياذا بالله أن تقتحم حصن الحرام فالثمن تعليله هو مئتين وخمسين درهم ثلتمية وخمسين درهم مئتين درهم للليلة هكذا الله نحن حينما نتحدث عن هذا لا نريد فقط أن نتبنى المقاربة الأمنية يمشي الأمن ويدوره ويصيبها هكذا ويمشي يقبض الخراج هذا يعني مقاربة الأمنية هي ليست حلا ناجعا لهذه المسألة دائما دائما الحل يخصي يكون حل شمول تتدخل فيه المقاربة الطربوية المقاربة الثقافية المقاربة الدعوية المقاربة الاقتصادية المقاربة الاجتماعية المقاربة الأمنية عندها إن شاء الله تبارك وتعالى حيزها لكن لا ينبغي أن تكون هي الكل في الكل هي جزء يسير من الحل ماذا فعلت المقاربة الأمنية مع كثير من الظواهر تعلن فيلات والانحراف ماذا فعلت لحد الآن ازداد صعار الشهوات وتفنن الناس عياذا بالله في انتهاك الحرومات وما قضية ما يسمى بالتضامن مع القبولات إلا جزء يسير مما يتجه إليه المجتمع في غفلة من رجال التربية والتعليم والآباء والعلماء وجمعيات المجتمع المدني التي يهمها فعلا مستقبل أبنائنا فنسأل الله تعالى سبحانه أن يحمي أبنائنا وبناتنا صلى الله عليه وسلم شكرا